هذا وقد التقى رئيس مجلس الوزراء مع رائد المناخ للرئاسة المصرية وانما بوصل خاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محي الدين ووفد مجموعة الخبراء الدوليين في التمويل والتنمية وأكد وفد الخبراء الدوليين همية توفير التمويل اللازم من أجل التعامل مع موضوعات المناخ وما تفرضها من تحديات تتطلب سرعة الخروج بحلول سريعة وفعالة لزيادة الاستثمارات الموجهة من أجل مجالات التكيف مع قضايا المناخ كما أشهد بما تقوم به الدولة بتنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر وكذا ما أعلنه من مبادرات وطنية لحزمة مشروعات في مجال التخفيف والتكيف تسعى للحصول على تمويل دوري لها